فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وقفنا مع المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله بالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب وأشد ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة وإنما الصلاح ألا تشبه مريض القلب في شيء من أموره وإن خفي عليك مرض ذلك العضو لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع يذكر ذلك في وجوب المباعدة وعدم التشبه وإن خفي مصلح ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق أن ذكرنا ونعيد الآن أن الناس يتخذون الوقاية من الأمراض الحسية ويقول الوقاية خير من العلاج وهذا شيء معروف والحجر الصحي أمر معروف كل ذلك من أجل وقاية الأبدان من الأمراض الحسية فالكهر والشرك والفسق أمراض معنوية وهي أمراض للقلوب أمراض للقلوب ومرض القلب أشد من مرض البدن قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالكفار عندهم الشرك الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم عندهم مرض الكفر مرض معنوي وهذا المرض ليس في البدن وإنما هو في القلب في قلوبهم مرض زادهم الله مرض فمرض القلب أشد من مرض البدن فإذا كنا نتقي أمراض الأبدان فإنه يجب علينا أن نتقي أمراض القلوب من باب أولى لألا يصيبنا ما أصابهم فأهل الكتاب وغيرهم من المشركين عندهم أمراض القلوب مرض الكفر والشرك والنفاق وهذا المرض مرض القلب يتعدى إلى الأعضاء فسدت فسد الجسد كله يتعدى إلى الأعضاء فتتغير التصرفات والأقوال تبعا للقلب فمريض القلب يتكلم بالكلام الفاسد ويتصرف التصرف الفاسد نتيجة لأن قلبه مريض ولو أن قلبه صحيح يتصرف تصرفات صحيحة وهذا شيء مشاهد فمرض الكفر والشرك في اليهود والنصارى وغيرهم ينعكس على تصرفاتهم وعلى أفعالهم وأقوالهم فيجب علينا أن نحذر وأن لا نتشبه بهم هذا من باب الحماية ومن باب سد الذراية ومن باب الحجر الصحي كما يسمونه كلها بمعنى واحد